السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزة اعمل العدات بيبقى بعد التنازل. طيب ده هقول له هنا ان انا عايز ابدأ مع معي مثلا من البيزيك خالص. وقول له انستارت يعني اول ما تبدأ هتبدأ تعمل العد التنازل. طيب عايز اعمل لوب. فهقول له من اللوبس هنا. عندي كزا حاجة ممكن كلهم ينفع انهم يشتغلوا. يعني كل واحد فيه ممكن ابرمجة بنفس الهدف ده. وتمشي حاجة خالص ممكن اقول له عامر هبيت مسلا. بس خلينا اقول له فور اندكس. كزا يعني مسلا من من السفر لاربعة. هيبدأ يطبق العملية اللي انا هديه له. ممكن مسلا نخليه يبدأ ان هو يعمل مسلا صوت مزيكة مع كل خطوة. تمام? اقول له مسلا بلايتون. بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له بقى ان انا عايز اعمل شو سترينج. هس يبدأ يزهر لي رقم معين. ممكن ابدأ بقى اعمل عملية حسابية. من الميس. اقول له ان في رقم هيتطرح من رقم اللي هي date. طيب هنا هقول له مسلا ان انا زهر لي رقم خمسة. واترح منه الاندكس. ماشي? اعلم عن الاندكس. اقول له كوبي بيست. طيب بعد كده بعد ما يخلص. ايه اعمل لي ايه شو سترينج? بس نخليها بعد اللوب عشان ما هتقررش كل مرة. وبدل كلمة هاللو دي اخليها جو. بالشكل دوت. وممكن تضيف ميوزك مثلا مختلفة عامل اللي كبت لعب كل مرة. طيب خلينا نشغل كده. خمسة اربعة تلاتة اثنين واحد جو. تمام? دي الفكرة ان انت تقدر تبرمك على البورد او نتوصلها تقدر تنفذ على طول. او نتوصله تقدر تحملها وتبعتها لي البورد سوى من اليو سي بي او من البلوتوس. ترجمة نانسي قنقر